هاي جااز قبل ما نبدأ الفيديو هذا هذا الفيديو تعاون مع The One and Only ألا من Barry Kitchen ولا تنسوا إذا رأيت قناتها سوف تلقوها اتحد أوكية التعاون على أكار ايش فكراتو حفظو شي مشترك فالبراونيز كل واحدة ستبدع بالطبقاء على Luc keys وهذا يصبح ليصوه وفعمل لهذا وكدا المنتهي هو كئس وهذا براونيز مكتئلا فجلال وينمع سيفو Jour والاشبنين يلا نبدأ بالبراونيز اللي هو أربع مكونات بس ربع كوب دقيق ونص كوب نوتيلا ووحدة بيضة سهل صح يلا نحط مكونات البرونيز مع بعض ونخلط هنا مدري لش قاعد أحاول أفقع البيضة مدري اوكي إذا كان المزيج كده تمام انتو ماشين صح ونجيب خلطة الكوكيز اللي قد سويت عنها فيديو فبحط لكم الرابط تحت ونجيب صينية صغيرة ونحط فيها ورق زبدة طبعا اختياري بس عشان نقدر نطلع من الصينية ونحط الطبقة الأولى اللي هو خليط البرونيز بعدين حنجيب خليط الكوكيز اللي عارفة انه اسمر بزيادة بس عشان جربت سكر تاني المهم ناخد كورة ونضغطها وحنروس على طبقة البرونيز عادي تحطوا مهم رتب لانه حيسيح ويترتب أصلا في الفرن بعدين حنحطوا في الفرن 15 دقيقة من تحت و 5 دقائق من فوق ريحتها البيت قديش تصير ريحتها حلوة لما يخرج من الفرن تفتكروا ليه حطت ورقة زبدة عشان اهو اني قدر نطلعه ونقطع محاولة فاشلة للتصليح ووقت التزيين اللي هو احلى شي وانعارفة انه محدي زيين بس عادي المهم اسكرين فانيليا وشوية صوص ما يضروا ويا حب اذا لو الصوص شوكولاتة مرة او توفي مالح عشان اكسر الطعم الحلو وكده خلصنا وانا جات مرة المهم لا تنسوا تشوفوا فيديو قالوا اللي ترى مرة يحمز اوو وقطعوا الباقي لا تنسوا واسا يووو موسيقى